اشتركوا في القناة وخلق منها زوجاء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن نهدي علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتتكم الساعة وقتة بحثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين وبعد فما زلنا مع وقفات وصورة النبل إخواني الكرام وفي الآيات اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين ومنزلنا مع الإمام القرطبي وكتابه الجامعة لإحكام القرآن والمسألة السابعة عشرة السابعة عشرة في هذه الآية دليل على إرسال الكتب دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة ودعائهم إلى الإسلام هذه وظفة الأنبياء والرسل إخواني الكرام الدعوة إلى الله عز وجل وإرسال الكتب يعني وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار كما تقدم في آل عمران مسألة الثامنة عشر المسألة الثامنة عشر واضح المسألة الثامنة عشر في كلام الإمام القرطبي قوله تعالى ثم تولى عنهم واضح إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم ثم تولى عنهم أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك بمعنى وكن قريبا حتى ترى مراجعتهم قاله إخواني قاله وهبوا ابن منبه وقال ابن زيد أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه بمعنى الرجوع لي يعني هنا ابن زيد قال بمعنى الرجوع وهب ابن منبه وابن زيد قال أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه أي ألقه وارجع فانظر ماذا يرجعون في معنى التقديم على قوله ثم تولى واتساق اتساق رتبات الكلام أظهر أي ألقه ثم تولى وفي خلال ذلك فانظر ثم تولى وفي خلال ذلك يعني بين التولي وبين الإلقاء انظر يعني وفي خلال ذلك بين التولي وبين الإلقاء فانظر أي انتظر واضح وقيل فاعلم كقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يعلم أي أعلم ما أي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي أعلم ماذا يرجعون أي يجيبون وماذا يردون وماذا يردون من القول وقيل فانظر ماذا يرجعون يعني يتراجعون بينهم من الكلام ديها ديها الآية الثامنة والعشرون واضح الثامنة والعشرون ثم الآية التي تليها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وإنه واضح إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني فيه ست مسائل فيه ست مسائل إخواني فيه ست مسائل يبقى الآية يقول لي إخواني قالت يا أيها الملأ شوف الآية 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 وعشرين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنه بن ألقيه ثم تولى لاتنين فانظر يعني ألقيه ثم تولى بن ألقيه ثم تولى فانظر ماذا يرجعون ماذا يتراجعون بينهم من القول وإخواني مهمة جدا وبدأت اذهب بكتابي دليل على إرسال الكتب ومع الرسل بالدعوة إلى الله جل وعلا وهذا ديدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لقيصر وأرسل لكسر وأرسل لكل جبار لأنهم لهم حق علينا أن ندعوهم إلى الله عز وجل ليس من باب يعني الإذلال ولا كسب الولاء وإنما قيام بأمر الله جل وعلا يعني حب خير للناس أن يقولون لا إله إلا الله حب الخير للناس أن كل الناس أن يتجنبون ويتقون النار يعني ويفوزون بالجنة وليست حكرا على أهد الباب مفتوح لكل من قال لا إله إلا الله الإمام القرطبي في الجمع لأحكام القرآن بيقول في الثلاث آيات قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وفي الآيات إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين شوف طريقة التلقي وتريقة الإرسال واضح فالإمام القرطبي بقول فيه ست ست مسائل قالت يا أيها الملأ في الكلام حزف والمعنى فذهب فألقاه إليهم فسمعها وهي تقول يا أيها الملأ ثم وصفت الكتاب بالكريم إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسليمان عليه السلام وهذا قول ابن زيد وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم فكرامة الكتاب ختمه وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل لأنه بدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم وقد وقد قال صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم وقل لأنه بدأ فيه بنفسه ولا يفعل ذلك إلا الجلة وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك ابن مروان يبايعه من عبد الله لعبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين إني أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت وإن بني قد أقر لك بذلك وقيل توهم 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 أنه كتاب جاء من السماء إذ الموصل الموصل طيرا وقيل كريم حسن كقوله ومقام كريم أي مجلس حسن وقيل وصفت هو بذلك لما تضمن من لين من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عباد الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف شيف الدعوة إلى الله دعوة إلى الله يعني بالحكمة والموعظة الحسنة باللين يعني وليس بالشدة وليس بالقسوة يعني وليس بالحدة والفصل يا إخواني الكرام يعني يقول لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النفس نفسي دقيقة في الإحساس وانت بتعمل نفوس ولست يعني تعامل أحبار يعني أخي الكريم ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل ألا ترى أخي الكريم إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقوله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بزياد بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان وفي قراءة عبد الله وإنه من سليمان بزيادة بزيادة واو الثانية الوصف بالكريم من الكتاب غاية الوصف ألا ترى قوله تعالى إنه لقرآن كريم وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور فإن كان لملك قال العزيز وأسقط الكريم غفلة وهو أفضلها خصلة فأما الوصف بالعزيز فقد وصف به القرآن في قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذه عزته وليست لأحد إلا له فاجتنبوها في كتبكم واجعلوا واجعلوا بدلها العالي توفية لحق الولاية وحياطة للديانة قاله القاضي أبو بكر ابن العربي الثالثة كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يبدأوا بأنفسهم من فلان ابن إلى فلان وبذلك جاءت الآثار ورو وروى الربيع عن أناس قال ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه إذا كتبوا بدأوا بأنفسهم وقال ابن سيرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل فارس إن أهل فارس إذا كتبوا بدأوا بعظمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه قال أبو الليث في كتاب البستان له ولو بدأ بالمكتوب إليه جال جاز لأنه لأن الأمة إذا اجتمعت عليه وفعلوا لمصلحة رأوا في ذلك أو نسخ ما كان من قبل فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه ثم بنفسه لأن البداية بنفسه تعد منه اشتغفافا بالمكتوب إليه وتكبرا عليه إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده أو غلام من غلمانه الرابعة وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى رد السلام والله أعلم الخامسة اتفقوا الخامسة اتفقوا على أن على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل وعلى حتمها لأنه أبعد من الريبة وعلى هذا جرى الرسم وبه جاء الأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما كتاب لم يكن مختوما فهو لم يكن مختوما أيما كتاب لم يكن مختوما واضح واني وجاء الأثر عن عمر ابن الخطاب أنه قال أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف وفي الحديث كرام الكتاب ختمه وقال بعض الأدباء هو ابن المقفع من كتب إلى أخي كتابا ولم يختمه فقد استخف به لأن الختم ختم وقال أنس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه ختم فطنع خاتما ونقش عليه فصه لا إله إلا الله محمد رسول الله وكأني أنظر إلى وبيصه وبياضه في كفه السادسة قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بالكسر فيهما أي وإن الكلام وأو إن مبتد الكلام بسم الله الرحمن الرحيم وأجاز الفراء أنه من سليمان وأنه أنه من سليمان يعني بدلا من إنه يعني واضح وأجاز الفراء أنه من سليمان أنه من أنه من سليمان وأجاز الفراء أنه من سليمان وأنه يعني أنه من سليمان وأنه بفتحهما جميعا على أن يكون في موضع رفع بدل من الكتاب بمعنى ألقي إلي أنه من سليمان وأجاز أن يكون في موضع نصب على حزف القافض أي لأنه من سليمان ولأنه كأنها عللت كرمه بكونه من سليمان وتصديره يعني وتصديره بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الأشهب العقيلي ومحمد ابن السميقعي السميقعي ألا تعلو بالغين المعجمة ألا تغلو بالغين المعجمة وروي عن وهب ابن منبه من غلاء يغلو إذا تجاوز وتكبر وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة وأتوني مسلمين أي منقادين طائعين مؤمنين نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إلى الحق اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم كل إخواني المصطفين في غزة اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وتبت أقدامهم واربط على قلوبهم اللهم فر شمهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم اللهم اكس عريهم وأطعم جائعهم اللهم أبد الخوفهم أمنى وارزقهم الأمنى والأمانة في ليرهم اللهم احق دماءهم اللهم اجرطتك على اليهود الصعينة المجرمين والصليمين المهاربين شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين أنزل عليهم صاعقة من السماء اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عننا اللهم اردنا إلى دينك ردا جميلة اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء وسائد الأمراض يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغض الدين عن المدينين وفرش كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين اقول خولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واجداكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته